بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله في كل حين وأوقات والصلاة على رسوله أشرف الخلق والبريات هذه منبهات مما صنفه الشيخ شهاب الملة والحق والدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني الأصل ثم المصري الشافعي الشهير بابن الحجر على الاستعداد ليوم المعاد فإن منها ما يكون مثنن ومنها ما يكون ثلاثيا إلى تمام العشرة بسم الله الرحمن الرحيم الله جا حميشا وحار وقتلرد مختب بلسن يرتلجان مخلوقاتلرنين إن شرفليس بولمش رسول أكريم صلى الله عليه وسلم سلواتلر بلسن شيخ ملت وحقيقات حمد دين 3خنا بولمش أحمد بن علي بن محمد بن أحمد أصل أسقلان لك كين مصر لك شافعي مذهب ده شيخ ابن حجر نام بلن مشغور بولگن زاد آخرات كينغة تيارغر لك ناملي أش بو كتابنا تعليف إد جنلر بو كتاب ده إكي لك باب أش لك باب دوام إدب آخر ده أون لك باب ده تمام بولد باب السنائي قيل خصلتان لا شيء أفضل منهما الإيمان بالله والنفع للمسلمين وخصلتان لا شيء أخبث منهما الشرك بالله والضر بالمسلمين إكي لك باب أي تلذكي إكي خصلت بركي أكال أليه السلام عليكم بمجالسة العلماء واستماع كلام الحكماء فإن الله تعالى يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بماء المطر وزاد أليه السلام أبو بكر صدق رضي الله عنه من دخل القبر بلا زادين فكأنما ركب البحر بلا سفينة أبو بكر صدق رضي الله عنه دن روائت قلند وعن عثمان رضي الله عنه أهم الدنيا ظلمة في القلب وهم الآخرة نور في القلب وعن عثمان رضي الله عنه من كان في طلب العلم كانت الجنة في طلبه ومن كان في طلب المعصية كانت النار في طلبه علي رضي الله عنه من روائت قلند كم المتلبد بلسا جنة أليه طلبه بلد كم جنة طلبه بلسا دوزخ أليه طلبه بلد وعن يحيي بن معازن رحمه الله عنه ما عصى الله كريم وما آثر الدنيا على الآخرة حكيم يحيى بن معاذ رحمة الله عليه دان روايات قلنا دا قالي جنابك شاء اللهك آسيب والميدا حكيم دانش مند إسا بو دنيانا آخرت دان أستن قيميدا وعن الأعماش رضي الله عنه من كان رأس ماله التقوى كالتي الألسن عن وصف ربح دينه ومن كان رأس ماله الدنيا كالتي الألسن عن وصف خسران دينه أعماش رضي الله عنه دان روايات قلنا دا كم نين سرمايس تقوى بولسا تلر انين ديننين فائدسانا وصف قدشدان چرچب دا كم نين سرمايس مال دنيا بولسا تلر انين ديننين زرارانا وصف قدشدان چرچب دا ازح كم تقوانا أساس قلب محكم اشلسا ديمك ديندى كوب منفاعت alar ايكان كم مال دنيانا أساس قلب انجسوا ينسا ديمك ديندى كوب لاب زرار تبر ايكان وعن سفيان الثوري رحمه الله كل معصية عن شهوة فإنه يرجى غفرانها وكل معصية عن الكبر فإنه لا يرجى غفرانها لأن معصية إبليس كان أصلها من الكبر وزلة آدم كان أصلها من الشهوة سفيان الثوري رحمت الله عليه دن روايط قلندى حال بر گناحكي شهوة آرقالي صادر بولسه ونين كترلشه أميد قلندى حال بر گناحكي كبر حوادن صادر بولسه مغفرات خلنشه أميد قلند ميدى شنكي إبليسنين گناحة أصل دا كبر حوادن بولگن إدى آدم عليه السلامنين طايلشلار إسى أصل دا شهوة يعني نفسية طابير لكدن صادر بولگن إدى وعن بعض الزهد من أذنب ذنبن وهو يضحكو فإن الله يدخله النار وهو يبكي ومن أطاع الله وهو يبكي فإن الله يدخله الجنة وهو يضحكو بعض الزهدلردن روائت قلندى كم برار گناحني كلغن حالدى قلسى الله أُنى دوزحكي يغلغن حالدى كرتدى كمكي الله أجيغلغن حالدى إطاءة قلسى الله أُنى جنة كلغن حالدى كرتدى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة